هناك إحساسان في غاية الأهمية في حياة الإنسان وهما الإحساس بالألم والإحساس بالحرارة أو ما يسمى علمياً بالحس بالألم والحس بالحرارة لكن كيف يشعر الإنسان بالألم والحرارة؟ مثل باقي الحواس الأخرى يعتمد الجسم على نوع متخصص من المستقبلات الموجودة في مختلف خلايا الجسم ومن أجل الإحساس بالحرارة يعتمد الجسم على مستقبل يسمى مستقبل TRIB V1 ومستقبل TRIB V1 حساس أيضاً للألم وسأعرفكم في هذا الدرس على كيفية إدراك هذا المستقبل لوجود منبه مؤلم في البيئة سأعرض هنا شكل مستقبل TRIB V1 والهدف من ذلك هو فقط لإعطائكم فكرة عن شكله فكما تلاحظون يتكون هذا المستقبل من بنية معقدة جداً وهو موجود داخل غشاء الخلية إذن هناك خلايا حساسة للحرارة والألم موجودة في كامل أنحاء الجسم ويوجد داخل أخشية كل خلية من هذه الخلايا الآلاف من هذه المستقبلات الصغيرة وطريقة عمل هذا المستقبل هي كالتالي عندما يطرأ أي تغيير في الحرارة مثل وضع اليد على موقد الغاز مثلاً ستتسبب الحرارة بتغيير في التكوين الجزائي لهذا البروتين والتغيير في التكوين الجزائي هو تغيير في البنية الفيزيائية للبروتين فإذا افترضت أن البروتين هو مربع صغير بعد تعريضه للحرارة قد يصبح شكله أقرب للمستطيل هذه هي الفكرة العامة للتغيير في التكوين الجزائي وعند تعريض جزائي معين للحرارة أو الألم سيحدث تغيير في التكوين الجزائي لبروتين تريب V1 وسأتحدث عن هذه العملية بشكل تفصيلي أكثر انظروا إلى هذه اليد وكما ذكرت سابقاً توجد في اليد العديد من الخلايا الحسية القادرة على استشعار الحرارة والألم وداخل هذه الخلايا توجد مستقبلات تريب V1 سأفترض أن كل خلية من هذه الخلايا ترسل إشارة عبر العصب الذي ينقلها إلى الدماغ تتحفز هذه الخلايا إما بتغيير الحرارة أو بوجود منبه مؤلم وسأركز على مسألة المنبهات المؤلمة ما الذي يحصل عند وجود منبه مؤلم؟ تخيلوا أن جسماً حاداً وخزا يدكم ما يحدث في هذه الحالة هو تفتت آلاف الخلايا وتكسرها مما يؤدي إلى إطلاقها للعديد من الجزيئات المختلفة وتنتشر هذه الجزيئات المختلفة التي لونتها بالأخضر إلى مناطق أخرى بعد خروج هذه الجزيئات من الخلية ستلتصق بأحد مستقبلات تريب V1 ويؤدي هذا الالتصاق لحدوث تغير في التكوين الجزيئي له كما يحدث عند التغير في الحرارة ويؤدي هذا التغير في التكوين الجزيئي لتحفيز الخلية فترسل إشارة إلى الدماغ يحتوي هذا العصب هنا على ثلاثة أنواع مختلفة من الألياف وهي الألياف السريعة والمتوسطة والبطيئة دعوني أوضح لكم سبب وجود ثلاث أنواع من الألياف فالألياف السريعة هي ألياف ذات قطر كبير وهي مغطاة بالكثير من المايلين وقد تتساءلون ما هو المايلين؟ المايلين هو مادة عازلة تسمح للخلية بتوصيل جهد الفعل بسرعة كبيرة جداً وعند تحرك جهد الفعل أو الإشارة عبر الخلية بوجود هذا المايلين الذي يحيط بالخلية ستتمكن الإشارة من العبور بسرعة كبيرة والسبب الآخر وراء حركة الإشارة السريعة هو كبر قطر الخلية فكلما ازداد القطر قلت المقاومة وأصبح التوصيل أكبر بسبب المايلين ونتيجة لهذين السببين ستتمكن الخلية من إنتاج وإرسال الإشارة بسرعة فائقة ويعرف هذا النوع من الألياف العصبية باسم ألياف بيتا A وتستطيع هذه الألياف إرسال الإشارات بسرعة إلى الدماغ لإعلامه بحدوث تغيير في الحرارة أو بوجود منبه مؤلم حتى يتمكن الجسم من إبعاد اليد عن هذا المنبه الحار أو المؤلم أما النوع الثاني فهو الألياف المتوسطة يكون قطر هذه الألياف المتوسطة أصغر قليلاً من قطر الألياف السريعة وهي تمتلك كمية أقل من المايلين وبما أن حجمها أصغر قليلاً وكمية المايلين فيها أقل فهي لا توصل الإشارة بنفس سرعة الألياف السريعة وتعرف هذه الألياف العصبية المتوسطة بألياف دلتا A وتوجد ألياف دلتا A هذه في هذا العصب الكبير الواصل إلى الدماغ والنوع الأخير من الألياف فهو الألياف البطيئة تكون هذه الألياف البطيئة أصغر حجماً وخالية من المايلين مما يجعلها ترسل الإشارة ببطء شديد بالتالي فتحتاج الإشارة إلى وقت أطول للوصول إلى الدماغ وللتفريق بين هذه الأنواع الثلاثة من الألياف سأعود إلى مثال ملامسة الموقد الحار فإن تحريك اليد بشكل فوري بعيداً عن هذا الموقد الحار يعني أنه تم تفعيل ألياف بيتا A الكبيرة بهدف إبعاد اليد عن الموقد الحار بسرعة وعند الشعور بمقدار كبير من الألم على الفور بعد ملامسة الموقد الحار هذا يعني أن ألياف دلتا A قد أرسلت ملبهات الألم إلى الدماغ أما الشعور بألم الاحتراق لعدة دقائق وربما ساعات بعد إبعاد اليد عن الموقد الحار فهذه هي الياف C الأصغر حجماً والخالية من الميالين لقد تحدثت عن تحفيز الحرارة لحدوث تغيير في التكوين الجزئي لمستقبل TREP V1 وكيف يتسبب هذا التغيير في التكوين الجزئي في إرسال إشارة إلى الدماغ سأوضح الآن إلى كيف يقوم الألم بنفس الأمر ربما لاحظتم أنه عند تناولكم للفلفل الحار تبدأون بالتعرق وتشعرون بارتفاع حرارة جسمكم وتكون استجابة الجسم مشابهة لاستجابته الفيسيولوجية في حال كان الجو حاراً في الخارج ويعود سبب ذلك إلى أن مستقبل الحرارة هو نفسه مستقبل الألم فعند تناول قدمة من الفلفل الحار فهذا يؤدي إلى تفتت الخلايا وتحتوي هذه الخلايا على جزئ يعرف باسم كابسيسين وعندما يخرج جزئ الكابسيسين من خلية الفلفل الحار ويصل إلى مستقبل TREP V1 الموجود على اللسان هذا يعني أنه مستقبل TREP V1 في اليد ولكن تخيلوا أنه في اللسان وهو يحفز نفس الاستجابة التي يحفزها تغير الحرارة فيستجيب الجسم إلى جزئ كابسيسين بنفس الطريقة التي يستجيب بها عند ارتفاع درجات الحرارة وكما تعلمون فإن الجسم يبدأ بالتعرق في حال كان الجو حاراً في الخارج ولذلك عند تناول فلفلاً حاراً سيستجيب الجسم بنفس الطريقة نصل بهذا إلى نهاية الدرس والخلاصة هي أن الجسم قادر على الإحساس بالألم والحرارة ويعتمد ذلك على مستقبل TREP V1 الموجود في العديد من الخلايا الحسية المنتشرة في سائر أنحاء الجسم ويتفاعل مستقبل TREP V1 نتيجة للتغيرات في الحرارة أو نتيجة لوجود جزئات مثل جزئ الكابسيسين أو الجزئات الموجودة داخل الخلايا التي على وشك الموت مما يحفز مستقبل TREP V1 فيرسل إشارة إلى الدماغ لإعلامه بوجود منبه مؤلم أو تغير في الحرارة مما يسمح للجسم بالاستجابة إلى الوضع الجديد ترجمة نانسي قنقر